ذكرت مصادر متطابقة أن المجلس الأعلى للقضاء قبل حوالي 180 طعن من مجموع 1850 طعن تقدم بها القضاء في شكل تظلمات بعد الحركة الأخيرة التي جرت في سلك القضاء هذا وسيستمر حسب نفس المصادر النظر في حالات الأزواج الذين يشتغلون كلاهما كقضاء وبعدت الحركة الأخيرة بينهما وبمسافات بعيدة وكذا الحالات المرضية الصعبة في شكل ملفات طبية تقدم بها القضاء لتبرير طلب تحويلهم من جديد هذا وينتظر أن يستمر النظر في الطعون المتبقية إلى غاية يوم السبت القادم وكان المكتب الدائم لمجلس القضاء قد اجتمع يوم الأربعاء الماضي من النظري في الطعون دون تدخل من مصالح وزارة العمل وأقر حركة في التحويلات الأخيرة مع قبول الطعون المذكورة والإبقاء على حركة النقل الأخيرة